تظهر هؤلاء اللاعبات حمسة كبيرة حتى خلال الحصص التدريبية وهنا شكلنا أول فريق لكرة السلة على الكراسي المتحركة في كمبوديا بموادرة من الصليب الأحمر التهدف إلى مساعدة هذه الفئة الاجتماعية على استعادة الثقة بالنفس ومكافحة التمييز أول أشكال التمييز نعانيه داخل الأسرة حيث ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وكأنهم عاجزون عن آداء أي شيء تخجل العائلات من الخروج برفقة الأبناء أو الأقارب المعوقين تدربوا اللاعبات هنا مرة كل أسبوع ويؤمن الصليب الأحمر الكراسي المتحرك لهن ويغطي نفقات نقلهن شرط حضورهن جلسات إعادة التأهيل بطلت ساق النمول بعدما داست على اللغم وهي في الرابعة عشر واليوم هي إحدى اللاعبات البارزات في الفريق قبل أن أبدأ بلعب كرة السلة كنت أمكذ في المنزل وحيدة ولكن بعدما شرعت في ممارسة هذه الرياضة بات لدي الكثير من الأصدقاء كذلك نحن سعيدات سويا على بادي أمتار قليلة من هنا يخصص مصنع لتصنع الأطراف الاصطناعية 80% من انتاجه لضحايا الألغام وبعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية تسجل كمبوديا أحد أعلى المعدلات في العالم لمبتوري الأطراف بسبب ملايين الألغام التي لا تزال غير منفجرة ويأمل الصليب الأحمر في أن يعزز من خلال الرياضة مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع أظن أنهن لن يكتفين بمجرد التدريب نريد أن يعكسن سورة مشرقة لرياضة المعوقين والفريق الناجح يساعد على تحقيق ذلك والفريق لا ينقصه أي طموح بحيث بات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في توكيو في العام 2020 الهدف الجديد لهؤلاء النساء